تتراوح أخبار فيروس كورونا بين الأمل والتفاؤل من جهة والتحذير والسودوية من جهة ثانية في جديد المؤشرات الإيجابية توقع مسؤولين أمريكيين بدأ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في وقت منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لاستخدام دواء ريجين كوف تو بعدما أثبت أنه يقلل من حالات كورونا التي تستلزم دخول المستشفى وكان سبق وأن تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترومب خلال إصابته بالفيروس في المؤشرات التشاؤمية ما صدر عن منظمة الصحة العالمية على لسان مبعوثها الخاص بفيروس كورونا ديفيد نابارو الذي حذر من حصول موجة ثالثة لانتشار الوباء في أوروبا في أوائل العام المقبل فبين التفاؤل والتشاؤم ماذا يطغى في مسار فيروس كورونا؟ ترجمة نانسي قنقر معنا من عمان مستشار العلاج الدواء السريري للأمراض المعدية دكتور درار حسن بالعاوي دكتور درار أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني من أين تفضل أن نبدأ؟ من الإيجابية أم يعني من التشاؤم لليوم بات يسيطر أيضا على هذا الملف؟ هل نتجه إلى الخلاص دكتور؟ تحياتي يا سيدتي لك ولمشاهدين الكرام أنا دائما أقول نتفائل برغم أنف كورونا لأن الأخبار الإيجابية دائما إن شاء الله تضغى على الأخبار السلبية نعم هناك ارتفاع في أعداد الإصابات لكن الفارس يضعف والدليل بأن نسبة الوفايات إذا قررناها بالموجة الأولى فهي 30% مثلا في السيناريو الأوروبي أو في السيناريو الأسهوي تقريبا 10-15% فدائما إن شاء الله الأخبار الإيجابية ستضغى ومن الأخبار الإيجابية التي تفضلت فيها في تقريركم وهو الأدوية التي كثير من الشركات تطورها واليوم طلع عنا الموافقة الطارئة على دواء ريجينيرون وهو عبارة عن الأجسام المضادة متعددة النسيلة وهناك دواء آخر لشركة إلاي ليلي برضو أجسام مضادة ولكن وحيدة النسيلة يعني مونوكلون الأنتبادي مقارنة بالبوليكلون الأنتبادي تعال الريجينيرون ما أهمية دكتور درار تصديق على هذه الأدوية الفعالة في ظل ارتفاع عدد الإصابات من حول العالم يعني اليوم نتحدث عن لقاح صحيح نحن بانتظار يعني الإنتاج والتوزيع والبت بهذه اللقاحات لكن الأدوية ما أهميتها في هذه المرحلة ستي الأدوية لها يعني دور مهم جدا خصوصا للعشر 15% من المرضى الذين يدخلون المستشفى أو غرف العناية الحثيثة نحن هذا ما يخيفنا الحمد لله أنه 80-85% من المرضى بلا أعراض أو أعراضهم خفيفة وعادة أن نعالجهم في البيوت ما نسميه بالحجر أو العزل المنزلي أما مشكلتنا ففي المرضى اللي هم عادة يكونوا كبار السن أو من ذوي الأمراض المزمنة وبالتالي بدهم بروتوكول علاجي ونحو ينقصنا الأدوية يعني دواء ريمدازيفير لسوء الحظ حقيقة لم يعطيها النتائج القوية اللي نعتمد عليها لكن هناك أدوية كثيرة أنا بدأ أذكر مثلا دواء ففيبيرافير دواء جيد ويازم يعني أنه يتم عمل التجارب عليه بشكل أكثر حتى أنه يعني نعتمده وكما ذكر تقريركم دواء هذه أدوية الأجسام المضادة مشكلتها أنها ستكون باهضة الثمن حقيقة يعني لكل مريض لا نستطيع إعطاءها لكل مريض لأنها ستكون باهضة الثمن طيب دكتور ديرار دعنا نتحدث قليلا عن ما ذكروا المبعوث الخاص بفيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو يعني عندما يتحدث في هذه المرحلة بالتحديد بعد مرور عام على هذا الوباء عن موجة ثالثة ما الذي قصدوا بذلك؟ وهل بالفعل نحن على الرغم من حديثنا عن هذه الإيجابيات اللقاح والأدوية نحن ذاهبون إلى موجة ثالثة مع بداية العام؟ يعني ستة أنا مش عارف ليش هم كتير مستعجلين إحنا ستة بدأنا في الموجة الثانية يعني تعريفا وبائيا نحن الآن دخلنا الموجة الثانية ما دخلت أوروبا أو نصف الكرة الشمالي الآن في الدول العربية أو الأوروبية أو الأمريكية إحنا دخلنا الموجة الثانية تعريفا فأنا مش عارف ليش هو مستعجل على الموجة الثالثة إذا هو كان مقصده الارتدادات الوبائية فأنا بوافقه نعم يعني إحنا ما زلنا في الموجة الثانية وهذه الارتفاعات اللي منشوفها في أوروبا هي الموجة الثانية ممكن إذا بعد الإغلاقات اللي راح تصير أسبوعين أو ثلاثة راح ينزل يعني المنحن الوبائي أو أعداد الإصابات وبالتالي الوفيات لكن هو القصد يمكن أنه حممكن أن يصبح هناك ارتدادات وبائية في شهر واحد اثنين نعم لأنه الإغلاقات لن تدوم طويلا يجب أن يعني نعيد فتح الاقتصادات مرة أخرى الناس راح ترجع تتراخى فممكن يرجع مرتان المنحنى في الصعود وهذا ما نسمي ارتدادات وبائية وليس موجة ثالثة أنا برأيه كيف سيكون تأثير اللقاح دكتور درار على كل ما يعيشه العالم اليوم هل نفهم من أن اللقاح عندما يعتمد ستكون نتائج مباشرة سنرى انخفاضا سريعا في أعداد الإصابات أم أن ذلك يحتاج وقتا طويلا ست أفضل لقاح هو الكمامة والتباعد الجسدي ونضافة اليدين الإجراءات الاحترازية هذا واحد ويجب أن نتفق عليه أما يعني كل النتائج الإيجابية للقاحات الاثنى عشر اللي وصلت إلى التجارب السرية الثالثة ونحن جدا مستبشرون بها هي نعم ستكون إن شاء الله فعالة لكنها لن تؤتي ثمارها بهذه السرعة لن تنهي الفيروس بهذه السرعة ولن يعني تنزل المنحنى الوبائي بهذه السرعة لأنه هي بدها سنوات لما احنا أول إشي يعني اللي تحدثت حضرتك فيه إنه إحنا في عندنا تحديات في التصنيع وتحديات في اللوجستية وإذا كان بلد واحد ليس في أمان فالعالم كله ليس في أمان فإنت بدك خمسة ستة مليار جرعة حتى تصل لدول العالم وهذا مستحيل أنا أكد لك 2021 يعني ممكن يصل إلى ربع أو ثلث العالم أما أنه يصل إلى العالم كله فهذا شيء غير واقعي لهذا أنا أقول بأن أفضل لقاح هو الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين الإجراءات الاستباقية لأننا دائما نتحدث عنها عظيم قبل ما ينتهي وقتنا دكتور درار مودرنا الأمريكية أعلنت عن سعر لقاح كورونا وقالت أنه يتراوح بين 25 و 37 دولار للجرعة هل الإعلان عن السعر أي أهمية على مسار الإنتاج والتوزيع خصوصا لناحية وصول اللقاح إلى الدول الأكثر فقرا شو تأثير السعر؟ يعني ستي إحنا سمعنا جميع مدراء الشركات رؤوساء مجزاء الإدارة قالوا أنه إحنا ما بنا نربح من لقاحاتنا أنا بدعو صانعي القرار في كل الدول أنهم يدخلوا في مبادرة كوفاكس وأنا سمعت أن مبادرة كوفاكس الآن قد جمعت 2 مليار دور حتى أنها تستطيع أنه توفر 2 مليار جرعة للدول العالم النامي وتحتاج الآن إلى 5 مليار دور حتى تكمل مشوارها أما الدول اللي بدأت تتعامل مع الشركات مباشرة فهذا شأنها ولكن أنا أدعو الدول جميعها أنها تدخل في مبادرة كوفاكس التي تديرها قاذي الذراع اللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لأنه ليس من العدل ما نسميه بوطنية اللقاحات التي هي كما قلت لأنه وطنية اللقاحات شيء غير أخلاقي وأنت لا تحصن نفسك إذا لم تحصن الآخرين معك فإذا كانت الولايات تحد الأمريكية تريد أن تحصن شعبها فقط نفس الشيء روسيا نفس الشيء الصين فدول العالم الأخرى لن تتحصن وبالتالي لن يكون العالم في أمان شكرا جزيلا على مداخلة مستشار الإعلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ذرار حسن بلعاوي حدثنا من عمان ترجمة نانسي قنقات